اشتركوا في القناة هذه ابرز ملفات اليوم تحذيرات من عواقب خزان صافر تاثيره يدمر ثروات البحر الاحمر ويهدد حياة الملايين تحديد الحد الادنى لوظائف السعوديين في مهنتي الصيدلة وطب الاسنان بسبعة الاف ريال ومصادر العربية تكشف عن حملة حكومية لتخفيض اسعار العقار السكني في العاصمة السعودية الرياضة ايضا في الرابعة فوز اول سعودية بعضوية اللجلة الاستشارية بالمجلس الاممي لحقوق الانسان في جنيه واقبال واسع من النساء على اقتناء الاسلحة في معرض الصيد السعودي الدولي في الرياضة كشفت صحيفة الجاردين ان احتمالية تسرب النفط من خزان صافر في البحر الاحمر بات يهدد ثمانية ملايين شخص بفقدان امكانية الوصول الى المياه الجارية وتدمير مخزون صيد البحر الاحمر في غضون ثلاثة اسابع لدى اليمنيين ولم تستبعد الصحيفة البريطانية من ان يسبب التسرب النفطي دمارا بيئيا يؤثر على السعودية وارتيريا وجيبوتي وتسعى الامم المتحدة للحصول على اذن من الحوثيين لتفقد السفينة لكنهم يريدون الحصول على الاموال لتمويل عملياتهم العسكرية تهديدات مستمرة لتسرب النفط من ناقلة صافر اليمنية في البحر الاحمر فمن بعد حادثة تسرب مياه الى غرفة محرك السفينة المهددة في السابع والعشرين من مايو الماضي يمكن توقع حدوث انفجار او انشطار للناقلة في اي لحظة وبالتالي تسرب حمولة الخزان النفطي في البحر الاحمر بحسب فرانس برس الامر الذي قد يحرم ثمانية ملايين يمني من الماء ويؤدي الى تدمير مخزون صيد البحر الاحمر اليمني في غضون ثلاثة اسابيع كما ان تسرب النفطي قد يسبب تلوثا بيئيا يطال السعودية وارتريا وجيبوتي وفقا لصحيفة الگارديان نقلا عن مجلة نيتشر ساستينبليتي التسرب ان حصل قد يؤدي ايضا الى اغلاق ميناء الحديدة والصليف في غضون اسبوعين الامر الذي يهدد بتسليم مائتي الف طن من الوقود لليمن اي بنسبة ثمانية وثلاثين في المائة من متطلبات الوقود مع ترجيحات بارتفاع اسعارها بنسبة ثمانين في المائة هذا وما زالت الامم المتحدة تسعى للحصول على اذن من الحوثيين لتفقد ناقلة صافر النفطي العائمة التي صنعت قبل خمسة واربعين عاما والمحملة بنحو مليون ومائة الف برميل من النفط الخام بثمن يقدر باربعين مليون دولار رشخيات العربية دمرت الدفاعات الجوية السعودية طائرة مصيرة مفخخة اطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط وكاد تحالف دعم شرعية في اليمن اتخاذه الإجراءات العملياتية المناسبة للتصدي لمحاولات الاعتداء الحوثية مشيرا إلى أن العمليات أو إلى أن الميليشيات تواصل استهداف المدنيين في خرق للقانون الدولي الإنساني إغاثيا أكمل البرنامج السعودي لتنمية ويعمار اليمن مشروع بناء مدرسة في عدن بنسبة ثمانين بالمئة المدرسة ستخدم ألاف الطلاب سنويا وتحتوي مرافق مجهزة بأعلى المواصفات لتنضم إلى 22 مدرسة أخرى قام البرنامج السعودي بمينائها في اليمن يستعد هؤلاء الطلبة لفصل جديد في مصيرتهم الدراسية مبنى حديث يشئه البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن بمواصفات عالية بالنسبة للمدرسة يعتبر إنجاز بالنسبة لتتحول المدرسة بدل ما هي فترتين طبعا الصباحية ومسائية لأن فترة المسائية تعتبر فترة منسية لتتحول المدرسة إلى فترة واحدة للدرازة الإمارة السعودي طبعا شاكران له الإنجاز الذي تم إضافة إلى مبنى السور المدرسة وهو الأهم في تأمين المدرسة مدرسة ولطوي أمان في صيرة اختيرت لمشروع التطوير الذي يتوقع أن يخدم 430 طالبا بشكل مباشر وآلاف الطلبة مستقبلا نحول من الظهر للصباح بدل الحر اللي نحن قلسين فيه نشتي فيهم كيفات مروح ومولد نشوف الحما كيف خلاص قد ندحملنا من دربة منه يعني الشي مبلاء يعني يكفيه وكله برود كذا نحق كل طالبين أنه يحصل له هكذا لأنه نحنا بني أدمين يعني ومن حقنا أنه يحصل لنا هذا كله نحنا طلاب وزي ما تشوف الوضع في البلاد فهذا يخفف على الطلاب ونحنا قيل صاعد يعني من حقنا أنه نكون هكذا ونرتاح ونتعلم يضم مشروع التطوير الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل لتتمكن المدرسة من تنفيذ برامجها التعليمية والأنشطة اللاصفية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات مشروع عبارة عن مدرسة لدورين تكون من 12 فاصل وملحقاته عبارة عن مختبر الكمبيوتر ومعمل الكيمياء مساحة المبنى 850 متر مربع وملعب كرات سلة وطائرة ومعنا خزانة مياه ومكاتب المدرسين والمكتبة في عدن وحدها يقوم البرنامج السعودي ببناء ثلاث مدارس نموذجية بالإضافة إلى عشرين مدرسة أخرى في محافظات مختلفة في اليمن تخدم أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة طالب وطالبا سنويا عبد المحسن الحربي العربية عدن في سعودي اعتمدت وزارة الصحة المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية كأول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط ويعتبر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية غرفة العمليات لتنفيذ ومتابعة مهام إدارة الأزمات والكوارث المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة كما يشكل نقطة لتواصل الرسمي والسريع بين الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل الهلال الأحمر والدفاع المدني معنا من الرياضة دكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أهلا بك دكتور محمد إلى نشرة الرابعة في البداية حدثنا عن هذا المركز دكتور محمد هل تسمعوني؟ حياك الله أهلا وسهلا بك دائما على شاشة العربية وفي نشرة الرابعة تحديدا دكتور حدثنا أكثر عن هذا المركز حياكم الله طبعا نحن سعداء بالاعتماد للمركز كمكتب تعاوني مع المنظمة الصحة العالمية كأول من نوعه في شرق المتوسط المركز الوطني لإدارة الأزمات هو مركز يتعامل مع الطوارئ الصحية والأزمات الصحية طبعا على مدار الساعة كل يوم 365 يوم في السنة على 24 الساعة الفريق يعمل بمتابعة البيانات متابعة الأرقام متابعة المؤشرات على مختلف القطاعات للتعامل معها ورصد أي بلاغ يتعلق بطارئة أو أزمة صحية ومن ثم التفاعل معها بشكل محترف وفق برامج مهنية وطرق معينة للتعامل معها على أعلى مستوى احترافية والتي أدت بحمد لله على مدى السنوات والماضية لفرضيات كثيرة نتائج كثيرة تمارين كثيرة آلاف من المتقدمين للتعاون والتعامل والدخول في الفرق المتميزة والبرامج المتميزة والآلاف من الفرضيات والآلاف من التمارين والآلاف من الخدمات التي قدمت سواء في مواجهة جائحة كوفيد في التعامل مع الطوارئ الصحية المختلفة في التعامل مع أي ظروف طبيعية في التعامل مع أزمات مختلفة الحج والتميز الذي قدم على مدى المواسم الماضية ومن ثمارها الحمد لله الاعتراف الذي حصل والاعتماد الاستثنائي المتميز على مستوى شرف المتوسط طيب نتحدث قليلا عن الاعتماد هل أفهم كلامك بأن المركز بالفعل كان موجود وكان يمارس دوره حتى قبل هذا الاعتماد لأنه ربما قد يكون من المتأخر وجود مركز من هذا النوع بعد تغلو بشكل كبير على جائحة كورونا طبعا الحمد لله المركز عندنا مجموعة مراكز وطنية هو أحد مجموعة مراكز وطنية تعمل في منظومة القطاع الصحي وبمضلة وإشراف وزارة الصحة وهو يعمل منذ سنوات نعم ويتطور بشكل مضطرد ومستمر سنويا وله مكاسب على مدى السنوات الماضية وله إسهام ودور حققوا في التفاعل مع جائحة كورونا ولا يزال والحمد لله المكاسب الموجودة للمملكة ووضعها على الخارطة العالمية في التفاعل في القطاع الصحي قبل الجائحة وأثنائها وعلى عدة مراحل وعلى عدة مكاسب أمر نفتخر فيه ويضاف إليه ما تم تحقيقه بهذا الاعتماد الذي حصل مؤخرا كثمر الجهود سنوات لهذا المركز جميل ويبقى سؤال مهم إلى أين وصلنا في مواجهة فيروس كورونا دكتور محمد الحمد لله إحنا من مكسب إلى مكسب ومن نجاح إلى نجاح ومن مرحلة نتميز فيها إلى أخرى آخرها الحمد لله تعلمون بأن المملكة صنفت أو رتبت المرتبة الثانية من بين دول العالم في مؤشر التعافي اللي أصدروا نكاي وهذا يثبت جدارة على مختلف المراحل السابقة والحالية ومستبشرين خير في القادمة الحمد لله عدد من أخذوا اللقاح ومن استكملوا اللقاح أعداد الحمد لله تتقدم يوم بعد يوم وهذه فرصة نشكر فيها الجميع من من ساهموا في ذلك وبالأخص المجتمع لإخباره على ترقية اللقاحات وهذا يدل على وعي كبير وعلى أسرار كبير على أن نعود بمناشطنا ونحن بوعي ونحن بحماية ونحن بمناشة إذن هل انتصلنا على كورونا أم أن هذا الإعلان قد يكون سابق لأوانه دكتور محمد المسألة ليست مسألة لحظه تنتهي المقاومة لكوفيد وغيره من الأوبئة صراع طويل ولكن النجاح فيه بالإمكان أن يكون مكاسب مستمره دائما لذلك ما دمنا متمسكين بالأمور الوقائية المناسبة لأي مرحلة زائد أخذنا للقاحات نحن مستعدين لكل مرحلة نواجهها بنجاح وبثقة إن شاء الله دكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة شكرا جزيلا لك أيضا لدينا في نشرة الرابعة ولكن بعد قليل تقرير إقليمي يكشف عن دعم 98% من شباب السعودية لإصلاحات الرؤية أهلا بكم مجددا أصدرت وزارة الموارد البشرية وتنمية الاجتماعية في السعودية قرارا يقضي بوضع حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة واجتملت التحديثات على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بسبعة ألاف ريال على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 11 من أبريل المقبل القرار يشمل منشآت القطاع الخاصة التي يعمل بها ثلاثة موظفين وأكثر في مهن طب الأسنان إضافة إلى اشتراط حصوله على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية أما في مهن الصيدلة فإن القرار يشمل كافة المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين وأكثر مع اشتراط حصولهم على الاعتماد المهني أيضا هذا أعلنت الوزارة أنه بعد تحديد قرار تحديد نسب التوطين بـ 30% ارتفع عدد أطبال أسنان إلى أكثر من 3900 طبيب أكرر 3900 طبيب فيما تجاوز عدد الصيادلة حاجز الثمانية آلاف نبقى في السعودية حيث وفادت مصادر خاصة للعربية عن إطلاق وزارة الشؤون البلدية والإسكان حملات كبرى تهدف إلى تخفيض أسعار العقار السكني في العاصمة الرياض المصادر أوضحت أن الحملة ستضخ مشاريع سكنية جديدة في الرياض وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات السكنية من خلال زيادة المعروض والاتزام بين فجوة منحن العرض والطلب يذكر أن أسعار العقار السكني في العاصمة السعودية شهدت ارتفاعا غير مسبوخ خلال الأشهر الماضية أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن فوز المرشحة السعودية الدكتورة نور العمر بعضوية اللجنة الاستشارية بالمجلس فوز المرشحة السعودية بعضوية اللجنة الاستشارية جاء بعد تصويت 32 دولة من بين 47 دولة تمتلك العضوية في المجلس هذا ويؤدي الأعضاء في اللجنة الاستشارية في المجلس دورهم لمدة ثلاثة أعوام على أن يسمح لهم بإعادة الانتخاب لمرة واحدة يذكر أن اللجنة الاستشارية في المجلس تشكل أو تتشكل من 18 خبيرا مستقلا من مختلف مناطق العالمة اشتركوا في القناة معنا من الرياض عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان الدكتورة نور العمر أهلا بك دكتورة نورا إلى الرابعة في البداية ماذا يعني لك كسعودية أن تفوزي بهذا المنصب بعد الانتخاب في هذا المجلس الاستشاري المهم في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي أهلا أخي محمد وشكرا على الاستضافة طبعا يأتي الصوز بعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان كمرشحة المملكة العربية السعودية امتداد لدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله للمرأة السعودية في مختلف المجالات وهو كذلك ثمرت جهود حثيثة من قبل عدد من الجهات والوزارات كوزارة الخارجية وهيئة حقوق الإنسان وغيرها لتحقيق ذلك وفق إطار رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها طبعا التوسع في حضور وبشاركة الخبراء السعوديين المقتصين في الهيئات والآليات الدولية في مختلف المجالات يتماشى مع مكانة المملكة وريادتها في المجتمع الدولي خاصة أن المملكة لها إسهامات كبيرة جدا في عدد من الهيئات والآليات الدولية كذلك وجود المرشحين وحضورهم يعمل على إيجاد توازن في عمل هذه الهيئات وآلياتها من خلال فهم السياقات الوطنية غالبا لها أبعاد اجتماعية وثقافية وغيرها مما تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إعادة بلورة مفهوم عالمية حقوق الإنسان لتتماشى مع تنوع الثقافي العالمي اللي المقترض أن يسري مجال حقوق الإنسان بالتأكيد وجود وحضور السعوديين والسعوديات في هذه الهيئات والآليات فرثة ثمينة للخبرات والتعرف على أفضل الممارسات وكذلك تعزيز القدرات الوطنية جميل وهذا يقودني إلى سؤال مهم وهو ماذا عن رؤية الدكتورة نور العمر لمفهوم حقوق الإنسان؟ طبعا كما ذكرت سابقا المملكة العربية السعودية وفق رؤيتها 2030 مستهدفاتها تتفق كثير مع المبادئ والأساسيات التي يعمل بها مجلس حقوق الإنسان المملكة لطالما كانت تنادي وتطالب وكانت من أوائل الدول كذلك لإعمال المبادئ الأساسية والرئيسية لحقوق الإنسان وهو يتوافق وبالتأكيد وجودي في المجلس باللجنة الاستشارية وآلياته ما هو مستغرب وله جديد فمتسق العملي ورؤيتي مع رؤية المملكة العربية السعودية وهي متسقة أساسا مع مجلس حقوق الإنسان سؤال أخير دكتورة نورة هل سيسم هذا المنصب في تعزيز التوجه الجديد في المملكة نحو تحقيق وتعزيز حقوق الإنسان؟ بالتأكيد كما ذكرت سابق حضور مشاركة بدءاً حضور مشاركة السعوديين في هذه الهيئات والآليات هو أحد المستهدفات الرئيسية لعشرين ثلاثين واللجنة الاستشارية كما ذكرت في بداية هي لجنة تتبع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهو مكون من 18 خبير مستقل يعملون وفق المبادئ الأساسية للمجلس وهي هيئة ذكر ومشورة تقدم الخبرات والدراسات تقترح كذلك العديد من المواضيع التي تركز على الجوانب التنفيذية في عدد من القضايا المواضيعية التي تهم المملكة وتهم العالم بأكمله عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان دكتورة نور العمر شكراً جزيلاً لك كشفت وكالة أصداء بي سي دابليو عن نتائج الاستطلاع السنوي الثالث عشر لرأي الشباب العربي الذي يضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة حيث توصل إلى عدد من الإحصايات حول رأي شباب السعودي خلال جائحة كورونا من أبرز تلك الإحصائيات حصول 93% من الشباب على اللقاح بمقابل 49% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامة ثقة الشباب الحكومة السعودية في تلقي اللقاح صاحبت أيضاً ثقة 82% من الشباب القرارات الحكومية للحد من تفشي كورونا وصفين الخدمات الصحية بالممتازة المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في العالم العربي والذي يصدر عن وكالة أصدى بي سي دابليو وفاد أيضاً بأن 98% من الشباب السعودي يدعم رؤية المملكة 2030 بإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر معي هنا في الستوديو نضال الأسعد النائب الأولى الرئيس الشؤون الحكومية والعامة بشركة أصدى بي سي دابليو وأهلاً بك أستاذ نضال حدثنا عن هذه الأحصايات بشكل عام بداية وما الإجراءات التي تتخذونها من أجل ضمان دقة وصحة هذه الأرقام أولاً في البداية أشكر قناة العربية على الاستضافة طبعاً إحنا شركة أصداء بي سي دابليو هي شركة عالمية متخصصة في التواصل واستشارات التواصل يتبع أن شركة عالمية أخرى متخصصة في البحوث الاستراتيجية والإحصاءات والاستطلاعات الرأي هي بي س بي إد سايت نعمل بشكل سنوي على الاستطلاع الشباب العربي منذ عام 2008 فإذن هذه النسخة 13 من استطلاع الشباب العربي كان الهدف من إطلاق هذا الاستطلاع مبدأ أو الأول من حاجة رئيسية في المنطقة لوجود إحصائيات عن الشريحة السكانية الأكبر في منطقة العالم العربي وهي الشباب مثل ما ذكرت حضرتك من شوي في عنا 200 مليون شاب وشابة في الوطن العربي فإذن معرفة آراءهم ومخاوفهم كان أهم الأسباب التي خلتنا نطلق هذا الموضوع كمبادرة فكرية الطريقة التي تقوم فيه هذا الاستطلاع هو الاستطلاع مستقل لا نتعامل فيه ولا نأخذ أي توميل من أي جهة أخرى هو مجرد مبادرة فكرية نقوم فيها كشركة بهدف رصد بيانات أهم شريحة أكبر من الناس وعطاها للحكومات وصنع القرار بهدف الاستنارة فيها ونستخدمها أيضا في عملنا من خلال الاستشارات منهجيتنا واضحة وهي أنه في هذه السنة وكل سنة نذهب إلى 17 بلد حول المنطقة نستطلع شريحة سكانية من بين 18 إلى 24 سنة من الشباب وهي السن الذي يحدد فيها الشباب توجهاتهم وثم ننطلق في اختياراتنا من خلال مقابلات مباشرة أي لا نعتمد على المقابلات أو الاستطلاعات التي تتم عن طريق الأونلاين هي مقابلات مباشرة يتم باختيار العينات من مواطني البلد فعلى مثال السعودية نحن نستطلع السعوديون الإناث والذكور بنسبة 50% ونتحرى الصدق من خلال هذه الاستطلاعات إذن هذه المعلومات موثوقة ومحكمة دوليا كما تقول السيد النظام هذا يقودني إلى سؤال ماذا يعني أن يكون 98% من السعوديين شباب يؤيدون رؤية المملكة 2030؟ هذا طبعا من الأشياء التي نحن كل سنة عندما نقوم بالاستطلاع دائما تفاجئنا نتائج نحن توقعنا في ظل تداعيات كوفيد-19 وظل الأزمة العالمية التي صارت وغيرت كل هذه المقاييس عندما رأينا العينات المختلفة في مختلف البلدان ومنها المملكة العربية السعودية شاهدنا هذه الثقة العالية في توجهات الحكومة وإذا أردنا أن نحنل بعض الشيء نجد أن الحكومة كانت سباقة في التعامل مع الأزمة وإرشاد الناس وتقديم الحلول ووضع مقاييس شعرت من خلالها الناس والشباب تحديدا بالثقة في هذه التوجهات ولينعكست من خلال الأرقام التي أنت ترونها إذا هذه الأرقام مطمنة بشكل كبير نعود مرة أخرى إلى الأسلوب الذي تتخذناه في الوصول إلى هذه هل هي لقاءات مباشرة استفتاء معين إلكتروني؟ ماذا بتخديد؟ كما ذكرت الاستفتاءات على حسب النماذج المعروفة عالميا تكثر مصداقيتها عندما تكون مباشرة نعمل ما يسمى random targeting بمعنى أن ننظر إلى الشرائح السكانية فيما كان تواجدها فننظر على المملكة السعودية على سبيل المثال نختار عينات من الرياض والجدة والدمام كمدن ممثلة لمختلف المناطق وشرائح سكانية في أماكن معينة نقوم بهذا الاستطلاع معهم بشكل مباشر نتحرص صدق بكل الإجابات وفي بعض الحالات حتى إذا كانت النتائج عند البحوث والدراسات في مكتبنا بلندن نعيد هذه بعض الاستطلاعات لنتأكد تماما أن هذه الاستطلاعات دقيقة سيد نضال الأسعد النائب الأولى رئيس الشؤون الحكومية والعامة بشركة أصداء بي سيد البيديو شكرا جزيلا شكرا للاستطلافة شكرا للمشاهدة في الكويت أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قرارا بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة أيضا في الرابع ولكن بعد قليل جولة للعربية في متحف دار الفنون الإسلامية في جدة ومن أخبار الرياضة في نشرة الرابع ولكن بعد قليل اليابان تهزم المنتخب الأسترالي وتفتح الباب أمام السعودية للتقدم إلى صدارة المجموعة الآسيوية الثانية تحذيرات من عواقب خزان صافر تأثيره يدمر ثروات البحر الأحمر ويهدد حياة الملايين تحديد الحد الأذنى لوظائف السعوديين في مهنتي الصيدلة وطب الأسنان بسبعة آلاف ريال ومصادر العربية تكشف عن حملة حكومية لتخفيض أسعار العقار السكني في العاصمة السعودية الرياض فوز أول سعودية بعضوية اللجنة الاستشارية بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنبه وإقبال واسع من النساء على اقتناء الأسلحة في معرض الصيد السعودي الدولي في الرياضة فتحت هيئة الحكومة الرقمية السعودية بواب التسجيل في برنامج تطوير القدرات الرقمية الذي أطلقته الهيئة الأحد ويأتي هذا البرنامج قدرات تيك كجزء من استراتيجية التحاول الرقمي في المملكة التي حققت قفزة سريعة في هذا المجال المزيد مع الزميلة فاطمة فهد بخطان سريعة تتولى جهود السعودية في مجال التحول الرقمي لكونه أهم مستهدفات رؤية عشرين ثلاثين هيئة الحكومة الرقمية حققت رصيدا كبيرا من الإنجازات حتى الآن فالأرقام تقول إن 97% من الخدمات الحكومية باتت رقمية بنسبة التطور تجاوزت 83% بحسب الهيئة وفي إطار هذا التسارع في التحول الرقمي حددت سياسة الحكومة الرقمية مطلع الشهر الجاري أربع ركائز رائسية لتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي وهي المشاركة والقدرات التحول والحوكمة بالنسبة للقدرات مثلا أطلقت هيئة الحكومة الرقمية أخيرا برنامجا لتطوير المهارات البشرية تحت ما يسمى بقدرات تيك يركز على التدريب الاحترافي في المجال التقني أما بالنسبة للتحول الرقمي فالجهود مستمرة ومكثفة أيضا حيث خصصت السعودية 36 مبادرة بدعم يصل إلى 4 مليارات ومئتي مليون ريال لتنمية المحتوى الرقمي ووفرت وظائف نوعية في أربع أسواق رئيسية هي الفيديو والصوت الألعاب الإلكترونية والإعلانات الرقمية وقد لمس السعوديون نتاج هذا التطور في حياتهم اليومية فمن أبرز المنصات الرقمية أبشر وهو نظام رقمي إلكتروني يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجهة المختصة وكذلك منصة إيجار وهي المعنية بتنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق الأطراف بالإضافة إلى منصة إنجاز والتي تقدم تحت مضلتها جاميع خدمات وزارة العدل هذه المنصة شهدت أكثر من نصف مليون مستخدم وثمانية ملايين وخمسمائة ألف عملية تسجيل وهناك منصات أخرى سهلت الإجراءات وسرعتها طبعا في مجالات عدة ومختلفة هذا التقدم السريع في الخدمات الحكومية الرقمية دفع السعودية لتحت المراكز الريادية على مستوى العالم فقد قفزت السعودية للمرتبة الثانية عالميا في مجال الأمن السبراني بحسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية والسابع عالميا في تمويل التطوير التقني والتاسعة في تطبيق وتطوير التقنية شهدت محافظة جدة قبل أيام افتتاح متحف دار الفنون الإسلامية الذي يحتوي على ألف قطعة أثرية من المخطوطات والمعادن والقطع النقدية تم جمعها من ثلاث قارات لتكون مركزا للمعلومات والبحث العلمي والتبادل الثقافي يتم من خلالها استقطاب الزوار من شتى أنحاء العالم مقتنيات المتحف جمعت خلال خمسة عشر قرنا وتتيح للزوار الانتقال بين الثقافات والعصور المختلفة تحت سقف واحد معنا من هذا المتحف في جدة زميل سعود الخالف أهلا بك سعود حدثنا أكثر عن متحف دار الفنون الإسلامية أهلا محمد بالفعل نحن في دار الفنون الإسلامية واللي يعتبر حسب ما ذكر لي المسؤولين عن هذا المتحف أنه هو الأول من نوعه في السعودية به ستة أقسام تحوي العديد من القطع الأثرية قرابة ألف قطعة أثرية تحكي قصة أو جزء من التاريخ الإسلامي خلال خمسة عشر قرن تم جمعها بشكل لطيف وتقسيمها كل قسم يحوي شيء مختلف عن الآخر هناك تفاصيل كثيرة محمد حتى لا أسهب في الحديث أود أن يكون معي المهندس أنس الصيرفي وهو الرئيس التنفيذي لشركة الصالحات القابضة وأيضا الدكتور محمد الكربي المشرف العام على منظومة المتحف لنتعرف أكثر على هذا المتحف بش مهندس أعطيك العافية متحف إسلامي داخل مركز تجاري جرأة ومغامرة يا مرحبا فيك أخي سعود وأهلا بقناة العربية الحقيقة اللوهل الأولى يبدو أنه مفهوم جديد ولكن هو فعليا امتداد لإرث تاريخي قديم أمتازت في أسواق العرب نعرفها عكاظ مجنة وذي المجاز كانت يتم فيها تبادل السلع والتبادل التجاري وأيضا الشعر والأداب والثقافة كانت حاضرة في تلك الأسواق أنت راح تعيد سوق عكاظ في جدة نحاول نستحضر ذاك الإرث العظيم لأسواق العرب قديما جميل طيب المقتنيات الموجودة هل تم شراءها أم أنها تعتبر مقتنيات خاصة؟ والله هو مزيج هو بالتأكيد كان فيه شغف عند العائلة وحب للاقتناء مثل هذه القطع الأثرية وكانت هي النواء لإنشاء هذا المتحف وبعدها تم جمع الكثير من المقتنيات من خلال ناس سواء شراء شراء هنا كيف تم التأكد من أصالة كل قطعة مدام أنها هي مسألة شراء؟ والله أرى هذا سؤال فني وأنا أتركه للخبراء والفنيين ومعنا الدكتور محمد الكربي كان هو المشرف العام على إعداد هذا المتحف وتنسيقه جميل معك المايك دكتور عنده نيك مايك السؤال واضح كيف تم التأكد من أصالة كل قطعة؟ طيب أول شي شكرا على زيارة طبعا رحلة بداية جمع المقتنيات كان عندنا عدة معايير مضمن هذه المعايير والمحددات الرئيسية في عملية الجمع كان أول حاجة كان ملاءمتها لقاعات المتحف هل هذه القطعة ملائمة أو لا؟ ثاني شي القيمة الفنية والتاريخية لهذه القطعة الفنية وأخيرا السعر السعر هذا من ضمن المحددات السؤال الأهم على أي أساس طبعا كان عندنا لجنة أو المؤلفة من مجموعة من المختصين في الفنون الإسلامية هم الذين يحددون هل هذه القطعة أول حاجة أصلية أو لا؟ ثم هل هي الأسعار هذه ملائمة أو لا؟ طيب على أي أساس ملائمة أو لا طبعا كان الفكرة أنه عندنا تقارير البيع السابق كان من أهم الشيء إضافة إلى استقصاء السوق يعني لنقول المهتمين المختصين والآخرين كان يعطونا وصف مبدئي إضافة إلى تقارير البيع السابق جميل يعني إحنا موجودين الآن في قسم المنسوجات كل القطع موثقة المنسوجات التي موجود فيه شيء من استار الكعبة شيء من كسوة الحجر النبوية وأيضا المحمل إلى أي حقب تعود هذه المنسوجات طيب المنسوجات التي هنا تعود إلى عدة حقب تاريخية بعضها يعود إلى 200 عام بعضها إلى 100 عام وبعضها حتى في العصر الحديث إلى 30 أو 40 سنة من بعض الأحزمة الموجودة أو القطع الكسوة الداخلية الكعبة المشرفة نحن موجودين الآن أيضا في قسم المخطوطات والخط العربي أكيد أنه في كثير من الخطوط المختلفة والتي أندثرت هل هذا الأمر صحيح أو لا؟ صحيح القاعة هذه أولا تغطي الفترة تغطي كل ما يتعلق بتطور الخط العربي أولا وأيضا تطور كتابة المصحف الشريف ثانيا ولا شك أنه في بعض الخطوط التي كانت موجودة كانت تستخدم في السابق ولكنها اندثرت إلى حد ما منها خط المحقق مثلا أحد الخطوط التي ظهرت فيه القرن السابع الهجري واستمرت قرابة القرن أو القرنين ولكن للأسف اندثرت بعض ظهور خط النسخ الذي كان أكثر وضوحا وأكثر قراءة فبالتالي الآن لم يستخدم بشكل رسمي دكتور يعني المتحف يحتاج إلى وقت أطول لكن وقتنا ننتهى شكرا لك على كل هذه المعلومات شكرا للمهندس طبعا محمد نحن قطينا غير قسمين لأن المتحف مليء بالقطع الأثرية التي تحتاج إلى شرح وبشكل جميل لكن الجميل في هذا المتحف أن جميع المرشدين السياحيين المتواجدين في هذا المتحف هم من الشباب والشابات السعوديين وبانتظار أن يتضمن هذا الكلام التقرير المقبل من دار الفنون الإسلامية من جدة سعود الخلف شكرا لك وشكرا لضيوفك أشهد معرض صقور والصيد السعودي الدولي قرب الرياضة إقبالا كبيرا من النساء لإقتناء الأسلحة بمختلف أنواعها وخلال المعرض برز اسم الرامية السعودية مونة الخريص التي لفتت أنظار الزوار بخبرتها في الأسلحة ومعرفتها بأنواعها برزت الرامية السعودية مونة الخريص من بين هواتي ومقتني أسلحة الصيد في جناح الأسلحة المقام في معرض الصقور والصيد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في منطقة الرياض منذ بداية شهر أكتوبر الجاري الممارسة الفعلية كانت من أربع سنين تقريبا كنت أتدرب طبعا خارج المملكة وداخل المملكة في الإمارات في السعودية الفرصة التي جدتني وكانت فرصة ذهبية جدا هي السنة هذه لما بدعم القيادة سمح للمرأة باقتناء الأسلحة وكمان فتح المجال في الميادي للتدريب تعتبر مونة السعودية الوحيدة في معرض أسلحة الصيد التي تمتلك خبرة واسعة في مجال عرض الأسلحة نظرا لشغفها بهذا المجال منذ الصغر وتعلقها بوالدها الذي كان ناشطا في مجال الصيد واقتناء أسلحته يستخدم السلاح لا بد أنه يعرف كيف يفكه عشان ينظفه أنت لازم تنظف سلاحك كل فترة وفترة فلازم تتعلم الفك والتركيب أنا مدربين طبعا تعلمت من المدربين يعني أكثر من مدرب كيف يفك سلاح وتركيبه فأنت كونك رامي أو أنك تستخدم سلاح لازم تعرف تفكه وتنظفه العديد من شركات بيع الأسلحة المشاركة في المعرض استقطبت الرامية مون الخريص وقدمت لها التدريب في مجال الرماية واستخدام الأسلحة والتعرف على أنواعها لتحقق طموحها الذي تسعى إليه بتمثيل السعودية في بطولات الرماية العالمية من الرياض نواف عزيز العربية طبعا العنوان كان يخوف قبال واسع من النساء على اقتناء الأسلحة في معرض الصيد السعودي بس إن شاء الله الأمور عدت على خير نتابع المزيد هذه المرة مع أخبار رياضة والزميل زيادة شكرا محمد أهلا بكم مشاهدين الكرام تعرض منتخب أستراليا لأول خسارة في تصفيات المجموعة الثانية لقارة آسيا المؤهلة البطولة كأس العالم وذلك أمام نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف واحد الدقيقة الثامنة أعلنت عن أول أهداف اللقاء لمصلحة اليابان عن طريق تناكا انتهى عليها الشوط الأول من هذا اللقاء ونجح هيرستيك بإدراك التعادل لأستراليا عند الدقيقة السبعين وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين سجل عزيزة بهش حدف الفوز لليابان بالخطأ في مرمى بهذه النتيجة وصل رصيد اليابان إلى ست نقاط وتجمد رصيد أستراليا عند تسع نقاط وتفتح هذه الخسارة البابة أمام المنتخب السعودي لإتلاء صدارة هذه المجموعة من جانبه يلتقي الليلة المنتخب السعودي مع الصين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وذلك ضمن الجولة الرابعة من التصفيات وأكد المدير الفني للمنتخب السعودي قبل المباراة أن الأخضر تمكن من الفوز بكل المباريات مضيفا إلى أن لاعبيه بحاجة إلى التركيز والحضور الذهني أمام الصين وشدد على أهمية الفوز وإدراك حجم العمل المطلوب في المقابل أكد مدرب منتخب الصين لي تاي ثقته بتحقيق الفوز أمام السعودية موضحا حجم التحضير بشكل جيد لمواجهة الأخضر وأضف مدرب الصين أن السعودية لعبت ثلاثة مباريات على أرضها بعكس فريقها الذي خاض جميع المواجهات خارج الصين ونوصل مع المجموعة الثانية حيث يستقبل منتخب عمان منتخب فيتنام على ملعب مجمع سلطان قبوس وبدأ المنتخب العماني حملته ضمن المجموعة الثانية بفوزه على اليابان لكنه خسر أمام المنتخبين السعودي وكذلك الأسترالية وفي المجموعة الأولى من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم يستقبل منتخب الإمارات نظيره العراقية على استادة زعبيل بنادي الوصل بدبي ويتساوى المنتخبان برصيد نقطتين لكل منهما وخسر الأبيض الإماراتي أمام إيران في الجولة الماضية فيما تعادل العراق مع لبنان إلى تصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم حيث يحل منتخب الجزائر ضيفا على النيجر الليلة لحساب المجموعة الأولى وكان الفريق الجزائري قد تغلب على النيجر بستة أهداف مقابل هدف واحد قبل ثلاثة أيام ليرفع رصيده إلى سبع نقاط فيما يملك النيجر ثلاثة نقاط في المرتبة الثالثة من هذه المجموعة ويسعى منتخب المغرب لحسم التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عندما يواجه منتخب غينيا ويتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد تسع نقاط والفوز بهذه المباراة سيضمن له التأهل إلى المرحلة الأخيرة بغض النظر عن بقية النتائج بالجولتين القادمتين نهاية أخبار الرياضة شكرا لكم على حسن المتابعة ومباشرة نعود إلى محمد الطميحي شكرا زياد انطلق فريق طويق لكرة القدم للفتيات من ذواتي العاقة رسميا يوم أمس كأول فريق في مدينة الرياض وثاني الفرق النسائية لدات الفياد التفاصيل مع أحسين بن مسعاد جمعية أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة تعلن عن أسماء فريق طويق النسائي لكرة القدم الذي يعد أول فريق خاص للفتيات من ذوات الإعاقة رسميا في الرياض تحت إشراف اللجنة البارالنبية السعودية يميزنا أن الحمد لله أثبتنا للمجتمع والأهالي جدية العمل جديتنا في تكوين الفريق أو تشكيل الفريق الحمد لله والشكر لأطلعنا لحين البنات من ضمنهم طبعا هلحين يجي وقت التدريب ووقت أنه من اللي إن شاء الله تصلح في التدريب من اللي تصلح تكمل وإلا ما يصلح طبعا في له تجاهات أخرى ولكن أنه كل البنات الموجودين هم مهتمين في كرة القدم أول شيء إحنا اليوم أعلننا عن نادي طويق هو فريق كورة أول كان الفريق عبارة عن بس ترفيه كان بس البنات يلعبون في كل ما قدر وبس الحين صار فريق تحت مظلة الـ Special Olympics وإحنا الحين نطمح أننا نلعب دوليا بس الحين إحنا أول نادي في الرياض وفيه فريق في جدة فإحنا إن شاء الله نطمح أننا نلعب ضدهم قريب إن شاء الله وإن شاء الله من بعدها نصير دوليا كمان إن شاء الله أربع عشر فتاة من أعضاء الفريق جرى تقديمهن في حفل بسيط وسط مشاعر من التفاؤل بأن تكون اللبنة الأولى محقيقة لمشروع كبير تعمل عليه السعودية فريق طويق يأتي ضمن خطط جمعية أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة بهدف تمثيل السعودية في المناسبات الأولمبية الخاصة عالميا من الرياض سيمبي مسعد العربي الآن إلى أحوال الطقس وزميلة بنانا أهلا بكم مشاهدين حالة الطقس الخاصة بليوم الثلاثاء نبدأها من السعودية حيث يتوقع أن تتأثر أجزاء من الجو في الحدود الشمالية وتبوك بأحوال جوية غير مستقرة بينما يكون حار نسبيا في المناطق الشمالية ومعتدلا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لهطول زخات من الأمطار محلية الطابع والشدة على أجزاء محدودة من جنوب المملكة وفي السودة الأجواء غائمة درجات الحرارة في أوائل المستويات العشرينية تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات نسب رطوبة دون الثلاثين في المائة وحركة الرياح من خفيفة إلى متوسطة أما في العاصمة الرياضة الأجواء صافية درجات الحرارة في أواخر الثلاثينات نهارا تنخفض إلى العشرينات ليلا مع حركة رياح نشطة نسب رطوبة منخفضة تصل إلى الثمانية في المائة وإلى العلاء الطق الصافة من اليوم درجات الحرارة في أواخر المستويات الثلاثينية تنخفض ليلا إلى أواصط العشرينات نسب رطوبة تسجل عشرة في المائة وحركة الرياح متوسطة تنشط أحيانا ومن الإمارات من دبي تحديدا الأجواء صافية درجات الحرارة في المستويات الثلاثينية تنخفض ليلا إلى المستويات العشرينية نسب رطوبة اليوم تنخفض إلى دون العشرين في المائة وحركة الرياح متوسطة وإلى الكويت التقصصة في اليوم درجات الحرارة في أوسط المستويات الثلاثينية تنخفض ليلا إلى أوسط العشرينات نسب رطوبة تزيد عن 20% حركة الرياح خفيفة ومن المدن الأوروبية تحديدا من نيوكاسل الأجواء غائمة مع احتمال هطول زخات من المطر درجات الحرارة دون المستويات العشريناية تنخفض أكثر ليلا مع نسب رطوبة مرتفعة تزيد عن 80% وحركة الرياح متوسطة مشاهدين بهذا وصلنا إلى نهاية حوال التقص إلى اللقاء خلال العشرين عاما الماضي حصلت تغييرات كثيرة في المناخ لم تكن موجودة فما هي؟ الإجابة دائما مع خالد الزعك نلاحظ خلال العشرين سنة المنصرمة تغييرات مناخية لم تكن معهودة في السجلات المدونة ولا في ذاكرة كبار السن الموروثة هطولات مطارية في مناطق متعددة في غير موسمها جمرة ثلقيض موجات ثلجية امتد لسانها لتنال مناطق لم تعهدها وفي كل سنة موجات غبارية متتالية ومن منطقة إلى منطقة تالية هذا عندنا ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات غير معهودة هذا خليجيا تخلق العاصير على فترات متقاربة ومتتالية انحسار جبال الجليد وذوبانها وتشكلها في مناطق ثانية هذا عالميا فالتغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعية لا يمكن للبشرية إغفالها فلازم التغيير والعلماء حيال هذه التغيرات أقوال ثلاثة منهم من قال أنها بسبب الدورات المناخية العظمى فعند نهاية دورة مناخية عظمى منصرمة وبداية دورة مناخية عظمى جديدة تتمخض السماء لولادة هذه الدورة وهذا التمخض يسبب هذا التغير ومنهم من قال بسبب التدخلات البشرية في عناصر منظومة المناخية والإخلال بالتوازن البيئي الصيد الرائي الاحتطاب ومنهم من زاوج بين هذا وذاك فقال بسبب الدورات المناخية العظمى وبسبب التدخلات البشرية في المنظومة المناخية فتآزرت هذه فأحدثت هذه التغيرات فلنتآزر على إعادة أرضنا كما كانت نقل فؤادك حيث شئت من الهواء ما الحب إلا للحبيب الأولي كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأولي منزلي وحنينه دوما لأولي منزلي إلى العنو تحذيرات من عواقب خزان صافر تأثيره يدمر ثروات البحر الأحمر ويهدد حياة الملايين تحديد الحد الأدنى لوظائف السعوديين في مهنتي الصيدلة وطب الأسنان بسبعة آلاف ريال ومصادر العربية تكشف عن حملة حكومية لتخفيض أسعار العقار السكني في العاصمة السعودية الرياض فوز أولي سعودية بعضوية اللجنة الاستشارية بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيب وإقبال واسع من النساء على اقتناء الأسلحة في معرض الصيد السعودي الدولي في الرياض هاية الرابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة